جوا يا رميم وربي كريم أدريح اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر أقوم لو طالت ليالية بيبقى شيء مؤلم جدا ومزعج جدا إن البني آدم رغبته في الإقبال على الله تطفي بسبب تربية دينية منفرة كان فيها تضييق فقراء الدين فحس البني آدم إنه صعب يبقى قريب لربنا وهو عايش مستريح في الدنيا كان فيها تريقة على الشخص اللي بيخالف فحسيت إن التدين بيعمل عدائية وفرقة في المجتمع كان فيها شيء من العنف في التوجيه فحس البني آدم إن الرحمة مش دي أنا مش عايز أمشي في السكة دي دي مش سكة الرحمة فبدل ما يسيب السكة المنفرة المتشددة سب سكة ربنا خالص ودي مسؤوليتك تجاه نفسك إنك تعيد بناء من هدم من رغبتك في الإقبال على الله حتى لو كنت اتربيت تربية منفرة أو متشددة في الدين وأنا أقول لك على بعض الأفكار اللي ترمم هذا البناء أول حاجة افصل ما بين دين ربنا الرحمن الرحيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بين تفكير بعض الناس اللي أنت نشأت سواء كان في البيت عندك أو في بعض الشرايط اللي كنت بتسمعها تفكير بعض الناس اللي حسسك إن سكة ربنا فيها شيء من العداء أو التشدد أو التنفير أو التفريق بين الناس افصل كده لو فصلت هتعرف تروح في سكة الرحمن الرحيم وسكة سيدنا النبي الرحمة للعالمين لأن ساعات البني آدم ما بيعرفش يفصل كانوا بيقولوا كده سايكولوجيكلي إن قدوات أي مجال سلاح ذو حدين إما القدوات دول يرغبوك في المجال جدا لو مالوا عنيك وكانوا بالنسبة لك أبطال أو نفس القدوات ينفروك ويقولوا لك إياك تقرب لو كانت شخصيتهم تتنافى مع قيمك فقدوات أي مجال على فكرة سلاح ذو حدين مش دايما بيبقوا جذابين حسب اتساق سلوكيتهم مع الفطرة السليمة فكرة تانية عايز أشاركها معك ما تعممش لو كنت استضمت ببعض المتحدثين في الدين سواء في بيتك أو في الماء يعني الوسط اللي كان حواليك اللي نفروك ما تعممش فيه ناس كتير من علمائنا أو حبيبنا اللي بيقربونا لربنا مليانين بالرحمة التعميم من أنماط التفكير الخاطئة وفيه حتى كده من وسوسة الشيطان لأن دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا حفظوا بالأنبياء على مدار التاريخ ثم كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين بس النبي قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وكان يقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الكلام ده معناه ايه؟ في كل جيل كل خلف فيه ناس عدول العدل هو القريب لربنا الصادق في أخلاقه يعني متدين يعرف أحكام الدين وكمان صادق في أخلاقه ومعاملته مع الناس فهو عنده الدين والأخلاق العلم والأخلاق كل جيل هيجي ناس يحفظوا على الدين يعملوا فيه ايه؟ ينفون عنه يعني يشيلوا منه تحريف الغالين الغالي هو المتشدد المنفر اللي زود في الدين أفكار خلت الناس تطلع بر الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين المدعي اللي بيقول على نفسه متعلم وهو مش متعلم وضرره في كلامه أكتر من نفعه من ترياءة أو تشدد أو تفريق ما بين الناس وتأويل الجاهلين تأويل يعني تفسير التفسيرات للأحكام اللي بيقولها مش متعلم ولا عنده أستاذ ولا أستاذ وعنده أستاذ بس هو حب الظهور هو اللي خليه يتكلم في حاجة غالية زي الدين ففي علماء اتسأل عنه من نبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من نتخذه جليسا معلما قال من إذا رؤيا ذكر الله تعالى ودول موجودين فلو سمحت متعممش ما تزعلش من دين ربنا لو زعلان من ناس نفرتك سواء كان في تربيتك في بيتك أو في رحلتك قبلت من ينفرك من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وخلي الزعل والوجع ده طاقة تدور بيها على أهل الله وأول السكة الذكر والدعاء خلي عندك على سبحتك ولا على صابعك ذكر التوحيد لا إله إلا الله أول مية وامتين وألف وألفين يوصلك لربنا سبحانه وتعالى وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة على رسول الله شيخ من لا شيخ له كما قال العلماء بتوصل قلبك بقلب النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما ربنا يرزقك اللي ياخد بأيديك ويعلمك ويحببك ويوصلك لطريق النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مسئولية أن تعيد بناء وترميم من هدم وافتقد من رغبتك في الإقبال على الله بعد هذه التربية الدينية المنفرة